اشتركوا في القناة بعد اغناقها بسبب الانكلاب العسكري الجابونت تؤيد فتح حدودها وقائد الحرس الجمهورية تعهد باصلاحات دستورية السلام عليكم خلال لقاء اعلامي حول مستجدات السوق الداخلية في تونس ومؤشرات التجارة الخارجية اكدت وزارة التجارة والتنمية الصادرات تجاوز النقص الحاصل في مادة الفرينة ومواصلة العمل لتوفير جميع المواد الغذائية الاخرى بالتسريع في نسق التوريد معلنة عن شروعها منذ نحو اسبوع في تنفيذ مسح شامل لمحلة صنع الخبز للتدقيق في كل مظاهر الانحراف على مستوى المخابز غير المصنفة عقب ازمة الخبز التي اتشدت في الفترة الاخيرة اعلنت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات انه تم تجاوز النقص الحاصل في مادة الفرينة وذلك عبر تعديل التزويد بهذه المادة الاساسية احنا لاحظنا تحسن معناه في مادة توزيع الخبز من شأنه ايضا بشجة انفراج اكبر الفترة القادمة مع تواصل معناه ضخء الكميات الاضافية وعم تراجع منسوب الطلب بعد انتهاء الموسم الصيفي وسيح كما قلنا تقريبا 62 الف قنطار من مادة الفرينة ككمية اضافية للحصة العادية اللي تم تزويد السوق بها انطلاقا من شهر ماي وايضا تقريبا نفطنا الاربعة فاصل ثلاثة مليون قنطار من مادة الفرينة اللي تم ضخف السوق وهذا ارفع بكثير معناه من المستويات العادية تع سنوات الفرطة وبخصوص الاضطراب المسجل في عدد من المواد الغذائية على غرار مادة الزيت المدعم والسكر والارز وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية اكد مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصاديان وزارة التجارة تعمل على توفيرها في السوق خلال الفترة المقبلة عبر التسريع في نسق التوريد معلنا عن جملة من الاجراءات الترتيبية التي اتخذتها الوزارة للتحكم في الاسعار ما معناه برنامج توريد كميات قاعدين انسرعوا فيه ايضا عنها شحنات من مادة السكر اللي باش تنطلق الايام القادمة عمليات التكرير المتاحة تقريب شحنة فيها 37 الف طن ايضا معناه فما 18 الف طن اللي باش تدخل عندها من الشقيقة الجزائر هذية باش تزيد دعم العرض متاع المادة هذية يعني اجراءات اخرى توجه اكثر نحو السكر المعلب للقضاء على عمليات التلاعب والاستعمالات المهنية غير مشروع المادة هذية وتحسين شفافية مسالك التوزيع بالنسبة للزيت المدعم عنا بعض الصعوبات ديوان الزيت قاعد يحاول يعني يورد الشحونات لكن الاسف المادة هذي فهي برش عمليات تلاعب على مستوى السوق احنا عنا مجهود كبير على مستوى التخفيض في الاسعار حبوا نعزوا المنحة التنازلي اللي شهدته مستوى التضخم بالاجراءات الترتيبية من خلال تسقيف اسعار المنتوجات ايضا اجراءات استباقية على مستوى التحكم في اسعار المواد الاولية كما خفضنا توحاليا يعني في اسعار الاعلاف المركبة اللي من شأنها تنعكس على منتجات الدواجن ايضا على اللحوم الحمراء وتزامنا مع العودة المدرسية التي تمثل مشغل جميع الاسر التونسية هذه الايام اكدت وزارة التجارة وتنبيات الصدرات ان الكتاب المدرسي والكراسة المدرسية المدعم وجميع المستلزمات المدرسية ستكون متوفرة بالكميات المطلوبة مستوى تباعة الكتاب حوالي 98% من النصخ الكتب تم انجازها كذلك بالنسبة للكراس المدرسي المدعم تم تصنيع حوالي 9 مليون كراس الكميات المتوفرة من الورق المخصص لتباعة الكراس المدرسي المدعم ما يمكن من توفير حوالي 16 مليون كراس النصق متواصل التصنيع نصق جيد وتؤكد وزارة التجارة وتنمية الصدرات ان حملاتها الرقبية متواصلة للتصدي لجميع مظاهر الاحتكار والمضاربة وقد افضت حملة المراقبة المشتركة الخصوصية مع وزارة الداخلية خلال الاشهر ثمانية الاولى من السنة الحالية افضت الى رفع ستة الاف مخالفة اقتصادية وقد استأثرت قطاعات المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية بنحو 80% من هذه المخالفات الحلول الممكنة لضمان الامن الطاقي هو العنوان الابرز لندوة نظمها مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسية للوقوف على تعطيلة هذا القطاع وتلافيها بهدف تعزيز المزيج الطاقي واستغلال الامكانات الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة نزيدا من التفاصيل في الروبرتاج التالي ارتأى مجلس علوم الهندسة ان يطرح على طويلة الدرس موضوع الحلول الممكنة لضمان الامن الطاقي منطلقا في ذلك من تشخيص واقع قطاع الطاقة الذي شهد تحولات جذرية منذ سنة 2000 هذه السنة التي شهدت بداية العجز الطاقي وبدأ العجز الطاقي متاعنا والعجز هذا من سنة إلى ثانية يتفاقم لنوصلنا لسنة 2022 عجز ب60% العجز هذا شيء قابله آخر نلقا كيف نقارنه سنة 2022 للسنة 2021 نلقا وعننا تراجع في الانتاج البيترولي بـ 12% وهو رقم مقلق جدا تراجع بـ 7% في الغاز مقابل ذلك نلقا وعننا الاستهلاك متاع المواطن التونسي ومتاع الصناعة والاقتصاد التونسية أنها قاعد يرتفع هذه الوضعية التي يتفق جميع المتدخلين في القطاع الطاقي على هشاشتها تستدعي اليقظة والانخرات في تنفيذ بعض المخططات الحيوية كمخطط الطاقات المتجددة والنظيفة وهي طاقات لا تساهم في المزيج الطاقي إلا بنسبة 4% رقم ضعيف جدا مقارنة بالمؤمل لسنة 30 و2000 والمقدر بـ 35% تونس رسمت هدف طموح اللي هو بلو 35% من إنتاج الكهرباء عن طريق هذه الطاقات أي ما يعادل تقريبا 4800 ميجاوات باستثمار تنهز 12 مليار دينار التاقات المجدة هذه بدينة فيها فما مشاريع تم إنجازها فما مشاريع في طور الإنجاز ولكن فما مشاريع كذلك أخرى بشيء يتم بعثها نجم قوله اللي حاليا النسبة انتعى مساهم طاقة مجددة في المزيج الطاقي في حدود 4% تعتبر ضعيفة وللتسريع في هذا المخطط دعا ثلة من الخبراء في المجال إلى إدراج الانتقال الطاقي في البرامج الوطنية وأعلانه أولوية قصوى بالإضافة إلى دفع عجلة الاستكشاف والبحث للمحافظة على الطاقات الأحفورية والاستفادة من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر هناك أنبوب غاز طبيعي ممتد من الجزيرة تونس إلى أوروبا والأنبوب الغاز في البحر يتفرع إلى خمسة أنبيب ونأكد لك ومش معبيين لكل يعني ثم إمكانية أنه أحنا نستخدم أحد الأنبيب هذي ونمر فيها اليدروجين أخذه لأوروبا بش يكوننا يعني سوق أحنا يعني كيلو اليدروجين اليوم في أوروبا تقريب 14 نورو يعني تخيل تونس أنت قادر أن تصدر مليون تورناتا تحكي على تقريب 10-16 مليار دولار أورو من المداخل لتونسي إخينا في غناء على هذية الاستغلال الأمثل للتقاتب تونس يتطلب وفق بعض الخبراء إسلاحا جذريا يتخطى بمجبه القطاع بعض المعوقات والعراقيل التي تقف حاجزا أمام تطوره بطبيعة فما بعض العراقيل مثل العراقيل اللي تهم المواقع الإنجاز عراقيل تهم الشبكة التونسية لامتصاص التقات المجدة اللي هي ما يشتقات مسترسلة انترميتونت يعني ولكن الشبكة شبكة الكهرباء يلزمها دعم يلزمها يعني تطوير باش نمكنوا من امتصاص أكثر ممكن من كمية التقات المجدة عوائق في التشاريع يعني بعض التشاريع قديمة جدا وما تخليش الاستثمار في التنافس وبالتالي يهرب عليه كيمشي يعمل حاجة أخرى ما يتلهش بيك أنت كانوا أجنبي أو حتى داخلي والحاجة الثانية اللي ذات أهمية هي البيورقراطية التونسية حقيقة العجز الطاقي الذي تشكه البلاد لا يمكن أن يحجب الإمكانات الهائلة التي يمكن الاستفادة منها عبر الطاقتين التقليدية والمتجددة بما يؤهل تونس أن تكون منصة ترابط طاقي في المتوسط في الشأن الأفريقي الآن أمر الرئيس النيجيري بولانتينو بو يوم السبت باستدعاء صفر بلاده بمختلف الدول في أسرع وقت مشددا على أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي من الآن فصاعدا هي السمة المميزة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار المحتملين على حد سواء قد استفنى الاستدعاء ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجينيف بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر ومن المقرر أن يجري تينو بو الذي شرع في إجراء أكبر إصلاحات في البلاد منذ عقود محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيلتقي أيضا قدرة البرازيل والهند وكوريا الجنوبية والمانيا خلال اجتماع مجموعة العشرين الشهر الحالي قال متحدث باسم الجيش في القابون أن البلاد أعادت فتح حدودها أمس السبب بعد ثلاثة أيام من إغلاقها خلال انقلاب عسكري أطاح برئيس البلاد علي بونغو وعضف المتحدث العسكري أن الحدود البرية والبحرية والجوية فتحت لأن المجلس العسكري مهتم بالحفاظ على احترام سيادة القانون والعلاقات الجيدة مع دول الجوار وجميع دول العالم يريد الحفاظ أيضا عن التزامته الدولية كان ضباط عسكريون بقيادة الجنرال بريس أوليغي تينجيما قد استولوا على السلطة يوم الأربعة الماضي ووضعوا بونغو قيد الإقامة الجبرية وعنص بونغو رئيسا للدولة منهين بذلك سيطرة عائلة بونغو على السلطة التي استمرت 56 عاما وقد أثار هذا الانقلاب وهو ثامن في غرب أفريقيا ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات مخاوفة من انتشار عدوى الانقلابات العسكرية في المنطقة ومتبعا لتطورات الوضع في السودان ظل المدنيون يدفعون ثمن النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع حيث تدفع الاشتباكات العنيفة والمعارك المستمرة الآلافة يوميا للفرار في رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر إلى منطقة الرينك جنوب السودان لجأت عزيزة وزوجها عبدالله وابنهما الوحيد هربا من المعارك الدائرة في هذا البلد الإفريقي رحلة محفوفة بالمخاطر دفعت فيها هي وعائلتها 300 دولار عزيزة تعتبر نفسها ناجية من حرب غيرت فيها وفي حياتها الكثير عسر معنا تعسيري شديد الحرب حتى الحياة طائرة من فوق لبيتي عندي كمان الرصاصات طبعا نازلها من في البيت في الحوش يعني حارب يعني سبحان الله أنا من قمتها ما شفت حارب زي كده يعني خطير شديد والله في محل عشان كده عسرته وخايفة للأطفال عشان كده هو طلع وفي ناس مات عزيزة واحدة من ألاف المدنيين السودانيين الذين يعيشون الآن في هذا المخيم الذي يعرف ابتظاظا باستقباله يوميا أكثر من ألف سودانية مع تدني الخدمات المتعلقة بالصحة والأغذية التحدي الأكبر الذي نواجهه هو الاكتظاث فنحن نستقبل نحو ألف ومئتي شخص كمعدل يومي وهذا يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة التي لا تتجاوز الحد الأدنى أربعة مليون ونصف المليون السوداني أضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الصراعة تقول الأمم المتحدة أنهم يحتاجون الآن إلى المساعدة المنقذة للحياة ويحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الوصول إليهم فيما التمويل لتقديم هذه المساعدة ما زال منخفضا للغاية فخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للسودان تتطلب أكثر من مليارين ونصف المليار دولار ومذ متصف أفريل الماضي يخوض الجيش وقوة الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها ما خلف أكثر من ثلاثة ألاف قتيل أغلبهم مدنيون والآن إلى علوم الفضاء حيث أطلقت وكالة الفضاء الهندية صاروخاً أمس لدرسة الشمس في أول مهمة من نوعها للوكالة بهدف دراسة الغلاف الجوي للشمس وما ينبعث منه بعد نجاحها في الهبوط على سطح القمر ها هي الهند من جديد على موعد مع إنجاز آخر في عالم الفضاء حيث أطلقت وكالتها الفضائية اليوم صاروخاً في أول مهمة لها لدرسة الشمس مسؤول بالوكالة أكد نجاح إطلاق المصبار الذي سمي إيديتياء الواحد والكلمة هندية وتعني الشمس الحدث تبعه أكثر من 860 ألف مشاهد بينما تجمع الألاف في صلة عرض بالقرب من موقع الإطلاق لمتبعة انطلاق المصبار وهذه المهمة العلمية تعتزم دراسة الغلاف الجوي للشمس وما ينبعث منه حيث يأمل علماء من منظمة أبحاث الفضاء الهندية في أن تساعد البيانات الواردة من البعث على المدى الطويل في فهم تأثير الشمس على أنماط مناخ الأرض بشكل أفصل ومنشأ الرياح الشمسية وإن نجحت المهمة فستكون للهند أسبقية على مستوى القارة الأسيوية في التمكن من بلوغ المدار حول الشمس وسبق لوكالة الفضاء الأمريكية النازة ووكالة الفضاء الأوروبية والصين واليابان إرسال مركبات لمراقبة الشمس من مدارات أرضية البعثة الشمسية الهندية تأتي بعد أيام من تحقيق مدله إنجازا تاريخيا بنجاحها في الهبوط على القسم الجنوبي من القمر متفويقة بذلك على روسيا نجاحات متتالية ويبدو أن الهند تخطو بخطوات ثابتة في اتجاه تجسيم مساعي رئيس الوزراء نارين درامودي لأن يكون البعثات الفضائية الهندية دور أكبر على الساحة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والصين والآن إلى أخبار الرياضة حيث دارت أمس السبت الدفعة الأولى من الجولة الثالثة لبطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم المجموعة الثانية التي سجرت فوز التراجي التونسي والاتحاد المنستيري والنديس فاقسي بثلاثية مقابل هدفين انتزع التراجي الرياضي تونس انتصارا صعبا من ضيف العنيد نجم المتلوي في اللقاء الذي جمعهما عشية اليوم بأولم بيرادس لحساب ثالث جولات المجموعة الثانية التراجي كان البدئة بالتسجيل منذ دقيقة الخامسة عبر مدافعي هسين مرياح من العلامة الجزاء قبل ان انتفذ فريق المناجم يحرز ثنائية عبر كل من حازم المستوري وسالفو تبسوبا في الدقيقتين الحادئة والعشرين والثلاثين وما حلول الدقيقة السابعة والثلاثين تمكن من الرياح من الدراك التعادل لتراجي العاصمة قبل ان يحرز زميله الجزائري حسين غش هدف الفوز في الدقيقة الخامسة والسبعين من جهته تابع الاتحاد المنستيري استفاقتهم محققا فوزا كاسحا بثلاثية مقابل هدف على حساب ضيف مستقبل مرسى الذي تابع نزيف نقاط الاتحاديون قلبوا تأخيرهم بهدف مبكر جاء من الران الصديقة الى انتصار بالثلاثة عندما ادرك ادريس محيرس التعادل في الدقيقة الخامسة قبل ان يحرز ابوباكار تراوري ثنائته شخصية والهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين التاسعة والثلاثين والثالث والاربعين يرفع الاتحاد المنستيري رصيده الى ستنقاط في المركز الثالث فيما يروح فريق الضحية الشمالية ما كانه في قاعد ترتيب دون رصيد من جهته حقق نادي السفيقس الفوز بثلاثة اهداف نظيفة على حساب ضيف الاتحاد داوين ليرفع رصيده الى تسعي نقاط في صدارة المجموعة تأهل منتخب جنوب السودان لكرة القدم صباح امس للعاب الولمبيا باريس الفين واربعة وعشرين اثر فوزه على المنتخب الانجولي في اخر المباريات الترتيبية في كأس العالم المقامة باليابان واندونيسيا والفلبين وبدوره تأهل المنتخب الياباني للأولمبياد عن قارة اسيا لم يتوقع اقامتها بالعاصمة الفرنسية باريس في صائفة الفين واربعة وعشرين وعلى ارضه وامام جماهيره الغفيرة ما بالنسبة الى المنتخبات التي ستتنافس على اللقب العالمي وبعد بلوغ كل من الولايات المتحدة الامريكية وليتوانيا والمانيا وسلوفينيا ربعا نيائي سيكون الصراع صباح الاحد على البتاقات الاربع المتبقية لدور الثمانية من خلال اربع مباريات ستغادر المنتخبات المنهزمة اثرها كأس العالم حيث تتجه الانظار خصوصا الى قاعة اندونيسيا ارينا التي تحتضن لقاء المنتخب الاسباني حامل اللقب والمنتخب الكندي في حين يواجه المنتخب البرازيلي نظيره اللاتفي بينما يباري المنتخب الايطالي العائد من بعيد بعد فوز على سربيا منتخب بورتوريكو ويلاقي المنتخب السربي منتخب جمهورية الدومينيكان بهذا اذن نكون قد وصلنا الى نهاية المشرة واذكركم بعنواني ابرز ما جاء فيها وزارة التجارة تواكد تحسرا في توزيع مدى الخبز مع توفير كميات اضافية بعد الازمة الاخيرة والتسريع في توريد مواد استهلاكي اساسية التوجه نحو الطاقات البديلة لتحقيق الامن التقي والاستثمار في هذا القطاع تواجهه صعوبات واشكالات بعد اغلاقها بسبب الانقلاب العسكرية الجابون تويد فتح حدودها وقائد الحرس الجمهوري يتعهد باصلاحات دستورية شكرا لكم مشاهدين الكرام ويمكنكم متابعة نشرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بنسخ الرمز الظاهري على الشاشة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة